اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي من بعد غتكون ايضا ممدودة لانه غديشد لنا في الحرف لمن بعده حرف الصاد فيما يبلنا حرف الصاد بهذا الشكل كنعرف بانه في وسط الكلمة لانه قبل منه حرف ومن بعد منه غديكون حرف نعيد كتابة حرف الصاد في وسط الكلمة إذن قبل منه حرف يعني غدي نكتبه حرف الصاد بهذا الشكل حرف الصاد حرف الصاد نعيد قبل منه هناك حرف ونكتبه حرف الصاد ونخليه الإيد ديالو مفتوحة باش يشد في الحرف اللي من بعده نعيد الكتابة حرف الأول حرف الصاد ونخليه الإيد ديالو مفتوحة حرف الصاد إذن حرف الصاد إيد ديالو مفتوحة وحرف الصاد حرف الصاد إذن حرف الصاد من اللي يكون مكتوب بهذا الشكل يعني إيد ديالو مفتوحة شدة في الحرف اللي قبل منه وإيد ديالو مفتوحة شدة في الحرف اللي من بعد منه فهو يدل بأنه في وسط الكلمة في وسط الكلمة حرف الصاد في وسط الكلمة إلي طفنا له فتحة غدي نقروه ص ص ص حرف الصاد إلي طفنا له فتحة غدي نقروه ص ص ص سا إلا ضفنا الحرف الصاد ضم سو سو حرف الصاد إلا ضفنا له ضم سو سو حرف الصاد إلا ضفنا له كسرة سي كسرة تحت منه ونقرأه سي سي نعيد سو 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 سي حرف الصاد في وسط الكلمة إلا ضفنا له مد بالألف بهذا الشكل مد بالألف سنقرأه سا حرف الصاد في وسط الكلمة نضيفه له مد بالألف يعني في الآخر دياله نضيفه ألف سنقرأه سا 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 حرف الصاد في وسط الكلمة إلا كان من بعد منه حرف الواو مد بالواو يعني الواو ما فيه حتش حركة سنقرأه سو 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 إلا ضفنا الواو مد بالواو سنقرأه سو 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 عندنا حرف الصاد في وسط الكلمة إلا ضفنا له مد بالياء يعني إلا ضفنا له حرف الياء وحرف الياء ما فيه حركة القصيرة سنقرأه سي 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 نعيد حرف الصاد في وصف الكلمة إلا ضفنا له المد بالياء لهذا الشكل سنقرأه سي إذن حرف الصاد مع المد بالألف سا سا حرف الصاد مع المد بالألف سا حرف الصاد مع المد بالواو سو 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 حرف الصاد مع المد بالياء سي 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 إذن حرف الصاد مع الحركات الطويلة سا سا سو سي سي ده بوصلنا الكتابة حرف الصاد في آخر الكلمة في آخر الكلمة حرف الصاد في آخر الكلمة كيتكتب بهذا الشكل حرف الصاد كيف ما تعودنا الكتابة ديالو كنجيبوه مقادة مع الصدر بهذا الشكل كننصل هنا وكنحبسه هنا بكي يكون التغيير إذن حرف الصاد هنا يا قد ندير هذا الخط ولكن في عوض ما أننا قد نمشي مقادة مع الصدر هنا قد ندير نصف دائرة للأسفل بهذا الشكل حرف الصاد لأن حرف الصاد جاء في آخر الكلمة إذن ما غادي يكون من مراحة شي حرف ما غادي شي مدئته بش يشد في شي حرف من مراحة حرف الصاد في آخر الكلمة كيكون هو آخر حرف إذن كي يدير أو لا كنديروا ليه هدل الخط بهذا الشكل كيدل على أنه آخر حرف في الكلمة نعيد كتابة حرف الصاد عندنا كنكتبوه بهذا الشكل كنهبطه كنجي نقدم مع الصدر كنوصله حتى هنا ونحبسه لأننا غادي نديره نصف دائرة للأسفل حرف الصاد في آخر الكلمة نعيد كتابة يالو حرف الصاد حرف الصاد ونضع نصف دائرة للأسفل نعيد حرف الصاد بهذا الشكل حرف الصاد نعيد كتابة يالو حرف الصاد نعيد كتابة يالو في آخر الكلمة هكذا ندير نصف دائرة للأسفل حرف الصاد نعيد كتابة يالو نجيب ونقدم على الصدر وندير نصف دائرة نحو الأسفل حرف الصاد في آخر الكلمة إلا كانت عنده فتحة سنقروه صا 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 نعيد حرف الصاد عنده فتحة صا صا حرف الصاد عنده ضمة سنقروه صو 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 نعيد حرف الصاد ضمة صو صو حرف الصاد إلا عنده كسرة سنقروه صي 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 نعيد حرف الصاد عنده كسرة سنقروه صي صي صا صو صو صي 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 نحاول نتعلم حرف الصاد في آخر الكلمة مع التنوين مع التنوين بالفتح تنوين بالضم وتنوين بالكسر إذا كيف ما كنعرفوه فالتنوين كيكون ديما في الحروف من اللي كتكون في آخر الكلمة ممكنش لقاو حرف فيه تنوين وهو في أول أو في وسط الكلمة دائما الحرف فيه تنوين فهذا كيدلنا على أنه آخر حرف في الكلمة إذا عندنا حرف الصاد حرف الصاد في آخر الكلمة قد نكتبوه بهذا الشكل إذا بغينا تنوين بالفتح فاحنا ما غديش نجيبوه نصف دائرة لتحت الوحيد اللي كيكون عندو حرف آخر زائد هو التنوين بالفتح ديما الحرف اللي فيه تنوين بالفتح ضروري كنضيفه الألف حرف الألف ضروري كيكون معاه إذا غدي نضيفه حرف الألف بهذا الشكل وكيف ما كنعرفوه التنوين بالفتح يعني إضافة فتحتان إذا غدي نضيف الفتحة الأولى والفتحة الثانية وغدي نقرأوه صن 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 نعيد عندنا حرف الصاد فنكتبوه بهذا الشكل رغم أنه في آخر الكلمة فاحنا ما غديش نبطو نصف دائرة لأننا عندنا تنوين بالفتح تنوين بالفتح ضروري كيكون فيه إضافة حرف الألف إذا غدي نخلي وليه الإيدي اللي مفتوحة الحرف الصاد باش يشد لنا في حرف الألف ونضيفه فتحة الأولى والفتحة الثانية حرف الصاد مع التنوين بالفتح غدي نقرأوه صن 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 دم نحاول نكتبو حرف الصاد مع التنوين بالضم إذا حرف الصاد مع التنوين بالضم غدي نكتبو حرف الصاد دينا بهذا الشكل هنا في التنوين بالضم ما كيكون إضافة ديلة شي حرف يكون فقط إضافة ضمتان إذن حرف الصاد في آخر الكلمة هذي حفظ لنا على الشكل دياله نصف دائرة نحو الأسفل حرف الصاد هناك نضيفه الضمة الأولى والضمة الثانية وغد نقرأوه صن 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 نعيد حرف الصاد في آخر الكلمة يكتب بهذا الشكل ونضيفه دياله نصف دائرة نحو الأسفل ونضيفه الضمة الأولى والضمة الثانية وغد نقرأوه صن 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 عندنا حرف الصاد في آخر الكلمة مع التنوين بالكسر نكتبه حرف الصاد كيفما العادة نضيفه نصف دائرة نحو الأسفل لأنه آخر حرف في الكلمة ونضيفه الكسر الأولى والكسر الثانية ونقرأوه صن 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 نعيد عندنا حرف الصاد يكتب بهذا الشكل حرف الصاد في آخر الكلمة نضيفه نصف دائرة نحو الأسفل ونضيفه كسر الأولى والكسر الثانية ونقرأوه صن 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 نعيد قراءة حرف الصاد مع التنوين عندنا التنوين بالفتح إضافة ألف ونقرأوه صن 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 عندنا حرف الصاد مع التنوين بالضم ونقرأوه صن 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 وبهذا قد نكون وصلنا نهاية الحلقة دينا دي اليوم لتعلمنا فيها كتابة حرف الصاد في أول الكلمة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة أيضا تعلمنا قراءة حرف الصاد مع الحركات القصيرة حركات الطويلة ومع التنوين كانت مننا أن الحلقة دينا تنال إعجاب ديلكم وتعودوها بزفت المرات حتى تتمكنوه من كتابة حرف الصاد وقراءته مع الحركات الطويلة القصيرة ومع التنوين فمبقى لي إلا نشكركم على حزن التتبع والمشاهدة شكرا لكم بالساف وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله سلام